الافريقي ومباراة تاكان سبورت بطل غينيا الاستوائية ان شاء الله البعثة بإذن الله هتسافر بالليل تصل إلى غينيا بإذن الله غدا في الظهر ان شاء الله نطمئن على البعثة تصل بسلامة الله ثم بابدأت الاستعدادات تدريبات يومية لغاية معاد المباراة ان شاء الله يوم الست القادم زي ما ونالكو طبعا ممكن خلاص فيلر في الساعات الأخيرة بيجهز لهذه المباراة النهاردة كتمام بالمعاونين قبل انطلاق المباراة عشان التنسيق والتحضير لهذه المباراة الفريق مرن الصبح النهاردة في ملعب مختارة تيتش بالجزيرة عشان يقدر يستعد لي الصفر بالليل واللعيب رواحت وخدت قصة من الراحة عشان تستعد الرحلة الصفر وفكرة بقى الصفر الساعة 2 بالليل دي بتبقى من أصعب توقيتات الصفر بالنسبة لعدة الكورة إذا ما نمتش كويس جدا في الطيارة وطبعا صعبت نم في الطيارة في الرحلة فبتبقى صعبة جدا أنك هتوصل تاني يوم الظهر لو ما خدتش نق وقتك ونوم كويس بتأثر عليك حتى في أول يوم أو يومين عشان كده الفرقة بتسافر قبل معادة المباراة بحوالي أربع تيام عشان تقدر تزبط مواعيد النوم والصفر لكن أرخم مواعيد صفر بتبقى الساعة 2 بالليل والأسف دي ممكن معظم الرحلات الإفريقية البعيدة بتبقى للأسف هي مرتبطة بالمعدة عشان بتوصل لأديسة بابا وإسيوبيا وفيه طرنزية عشان معادة الطيارة بيبقى تاني يوم الصبح أول ما الفريق إن شاء الله هيصل إلى غينيا هيتضرب على ملعب نجيل صناعي لكن من تاني يوم إن شاء الله هيكون التدريبات على ملعب المباراة إن شاء الله المباراة يوم السابق النهاردة فييلار اجتمع مع كابتن حسام عشور بصفته كابتن الفريق عشان بعض الأمور المتعلقة بالتنظيم في الفترة القادمة وحرصه طبعا كابتن الفريق عشان يتحدث مع كل هذه التفاصيل الخاصة مع اللاعبين خلال الفترة القادمة خبر مبشر محمد محمود بإذن الله ينتظم في تدريبات الأهل بعد أسبوعين يقدر يخش في تدريبات الجامعية واستعد مع الفريق في الفترة القادمة محمد محمود من عناصر الأسية والمهمة جدا في الفترة اللي جاية الشناء والنهاردة انتظم في المران اتمقننا عليه بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في الكتف لكن إن شاء الله يكون جاهز للمباراة القادمة وخلاص إن شاء الله يكون موجود في التدريبات و النهاردة كان موجود في التمرين عايز اقول لكم النادي الاهلي عنده احسن حراس مرمى مش في مصر احسن حراس مرمى في افريقيا عندك محمد الشناوي الحارس الاساسي لمنتخب مصر من افضل الحراس في طولة الامم لو لخروج المنتخب كان الشناوي خاد القفاص الزهبي كافضل حارس في كاس افريقيا حارس مميز لعب كاس عالم بامكانيات متميزة جدا شريف اكرامي خبرات طويلة جدا مهما اتكلمت من النهاردة البكرة شريف اكرامي عنده مخزون خبرات ومخزون فني ممتاز جدا يأهلوا ان يكون موجود في النادي الاهلي وموجود حتى في منتخب مصر علي لطفي مش هتكلم على تفاصيل كتير لكن علي لطفي لما الاهلي احتاجوا في مباراة فيتا العام الماضي ظهر بشكل متميز جدا وكان متقلق في حراسة المرمى تحديدا البعض يقولك ايه لو الحارس بعيد بينزم مش في نفس المستوى لا النادي الاهلي الشناوي اكرامي علي لطفي عندنا اتنين حراس صعدين انتظرون في الفترة الجاية هو مستقبل مصر مصطفى شوبير وعحمد طارق وخليكوا فاكرين طول ما حراسة مرمى النادي الاهلي بخير هتلاقي حراسة مرمى المنتخب بخير ده على مدار التاريخ ده على عبر الازمنة تاريخ والاحصيات والارقام ولغة الارقام ما بتجدبش نرجع من اول كاس عالم من زمان مرورا بكاس عالم تسعين مرورا حتى بكاس عالم الفين وتمنتاشر كل الشكر والتقدير حتى لكابتن طارق سليمان لما كان موجود في مركز في مدارب حراس مرمى في النادي الاهلي ودوره مع الحراس في الفترة السابقة وايضا كمان مع الجهاز الفني السويسري ان شاء الله في الفترة اللي جاي نهاردة كان فيه مران خططي بزء التكتيج هيبقى بالتأكيد محور اهتمام ريني فايلر خلال الساعات القليلة القادمة سواء النهاردة أو حتى التدريب القادم اللي هيكون في غينيا الاستوئية لان تدريبة ليلة المباراة تبقى تدريبة خفيفة فكرة بس اللي انت بتنزل على ارضية الملعب ملعب نجيل طبيعي بتنزل على ارضية الملعب بتتمرم بتشوف الارضية بتتحضر لها كويس بيبقى تدريب خفيف في يوم الجمعة قبل المباراة بـ 24 ساعة مش التمنية الاساسي او التكتيك الاساسي اللي ممكن تقدر من خلاله تشوف الجهاز الفني هيشتغل ازاي ربيعة بيقعد تدريبات تأهلية ان شاء الله يكون جاهز للمشاركة بعد عودة البعثة يعني للأسف اصابة رمي جاية في توقيت للأسف يعني عندنا مباراة في القيمة مهمة لكن ان شاء الله عندنا ياسر إبراهيم عندنا محمود متولي ان شاء الله الفترة الجاية مع عيمن أشرف يكون عندنا اكتر من لعب ومخزون في هذا المكان سواء رمي ربيعة او حتى ساعد سمير ان شاء الله لما يعود من الاصابة عشر النهاردة قم بيقدي جلسة في الجيم والكتن سارة الحفيزة كان سبع البعثة بالامس وبيجهز وبيحضر لإستيبال البعثة ظهر الغد ان شاء الله لانه هو سبع البعثة 24 ساعة هو والكتن سامير عدلي لترتيب كل الإجراءات الإدارية والنادي الأهلي مدرسة في الجزية دي النادي الأهلي من زمان دايما كان دايما بيحضر لأي سفرية مدير الكورة المدير الإداري بيسفر قبل البعثة 48 ساعة يحضر لكل الإجراءات الإدارية بحس الفريق أول ما يوصل للأوتيل كل لعب ياخد المفتاح يطلع على قطة على طول عايز أقولك أنت بتستغرخ يعني سفر مدير الكورة أو مدير إداري قبل البعثة بـ 48 ساعة ده بيسهل على البعثة لما بتوصل شغل إداري يوم بالكامل يعني شغل إداري يوم بالكامل البعثة عايز أقول بتلخصه في 10 دقيقة لما توصل للأوتيل تاخد المفتاح تطلع على الغرفة لو بتقعد بقى في الأوتيل بتستنى الغرف لما بتجهز أو بتشاهد حيز حال الغرف أو بتشاهد الأوتيل المناسب للبعثة نادي الأهلي من زمان حتى لما كان بيستحب طباخ والبعثة إن شاء الله هيكون معاه طباخ في مباراة غينية الاستوئية لا ده إجراء إداري الأهلي عبر الأزمنة بيشتغل في الجزء ده بشكل محترف والنادي الأهلي كان صباق في هذه الجزئية خبر أخير طبعا كابتن سيد أول ما البعثة هتوصل إن شاء الله بكرة للدهر هيحضر تقرير لرينيف فيلر يعرفوا بقى كل الإجراءات الإدارية منذ أن وصل صباح اليوم إلى أن وصلت البعثة في ملاعب التدريب مقر الإقامة ملاعب التدريب حالتها إيه مساحة أو المسافة ما بينها ما بين فندق الإقامة قد إيه ليه أول يوم على ملعب نجيل صناعي التدريبات إن شاء الله يوم الخميس الجمهة هتبع على أني ملعب الجمهة طبعا معروفة على ملعب المباراة لكن كل الإجراءات الإدارية اللي اشتغل عليها الكابتن سيد في الأيام اللي فاتت أو حتى أول مسافر هيقدر بقى يحضر تقرير كامل ووافي ليرينيف فيلر جزئية مهمة البعث زي ما قلت لكم إن شاء الله النهاردة الساعة 2 أريد التجه إلى غينية الاستوائية رحلة سفر إن شاء الله تكون طبعا طويلة جدا لكن إن شاء الله البعث بإذن الله ما تتعرضش لأي إرهاق أو جهاد والفريق إن شاء الله يصل به سلامة الله ويستعد لهذه المباراة البدايات مهمة والبدايات بتبقى جيدة جدا لأنك بتبنى عليها بشكل كويس للمرحلة اللي جاية وعايز أقول له جمهوري نادي الأهلي الفترة اللي جاية إحنا مش محتاجين حاجة واحدة بس إن إحنا نستعيد الحماس ونستعيد السقة ونستعيد الفوز ببطولات والأرقاب فكرة الفوز ببطولات الأفريقية سنة واحدة لا دايما كان بقياسنا كجمهور أهلي أو كمنظومة النادي الأهلي بتشتغل على بطولات أفريقية لسنوات متتالية فإن شاء الله بإذن الله بدور وحماس جمهوري نادي الأهلي ووقفت جمهوري نادي الأهلي في ظهر النادي الأهلي ومع الجهاز الفني ومع اللاعبين البطولة إن شاء الله السنة دي كلها يشتغل عليها بشكل إيجابي وبشكل كويس عشان في النهاية تحصد هذا اللقب مشتقين من جديد إن احنا نكون موجودين في كاس العام الأندية لكن البدايات زي ما قلت لكم مهمة جدا وزي ما الجهاز الفني واللعبة بتشتغل على الجزئية دي الجمهور دوره ما يقلش عن الجهاز الفني أو اللعبة دورهم في إيه؟ رسائل ثقة رسائل طمأنينة رسائل دعم الرسائل دي أنا يمكن سفرت مع الأهل في رحلات إفريقية كتير حجم المتابعة من اللاعبين وطبعا طبيعي إنهم يشوفوا اللي بيتكتب واللي بيتقال ده شيء بيحصل في كل العالم لكن طول ما أنت بتبعت رسائل طمأنينة وثقة ودعم هتلاقي اللعبة دي بتعمل كل حاجة في الملعب اللعبة دي هي جزء مننا والجمهور هو جزء مننا فكلنا هدفنا واحد وهي البطولة الإفريقية إن شاء الله ضربة البداية هتكون يمس سبت وإن شاء الله هتكون ضربة بداية موفقة إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي من أجل أن يستعيد الملك أميرته الإفريقية كما تعود على هذه البطولة خلال سنوات سابقة ودائما للأهلي زعيم إفريقيا الأهلي كبير إفريقيا ومن هذا المنطلق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل قروان التعليق العربي النجم الكابتن محمد الكواليني ضيفا لأول مرة على شاشة قناة النادي الأهلي بعد سنوات طويلة جمهور النادي الأهلي بينتظر هذه الحلقة على أحر من الجمر وبالتأكيد حلقة فيها كواليس كتيرة وأسرار مهمة وإن شاء الله بداية الحماس والاستعداد للبطولة الإفريقية ستبدأ من الآن من أجل أن يفوز النادي الأهلي بالبطولة إن شاء الله في مايو عام 2020